السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين ها قد عدت لكم في فيديو جديد وها قد تجدد لقائي بكم اليوم سوف نتطرق أو نتناول حل وشرح فرض الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية عندي فرض الفصل الثاني لتلاميذ السنة الثانية متوسط النموذج رقم واحد ونموذج الثاني سوف ينزل عن قريب على قناتنا التعليمية وقبل ان نبدأ الفيديو استقائي اذا اعجبكم الفيديو فضلا وليس امرا لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زيجر استنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية ولنبزأ على بركة الله تعالى اذا عندي هنا الوضعية الاولى واحد اكمل قوله تعالى واضبطه بشكل بسم الله الرحمن الرحيم عندي اذا السماء انفطرت الى وان الفجار لفي جحيما اولا نحن نكمل الايات هنا اكمل قوله تعالى صورة الانفطار واضبطه بشكل اكيد نحن نضبطه بشكل ثانيا اشرح المفردات السالية عندي انفطرت فعدالك وبعثرت اذا عندي انفطرت فعدالك وبعثرت وثالثا ماهي مظاهر قيام الساعة الواردة في الايات الكريمة الوضعية الوضعية الثانية الان شجع الاسلام على امتلاك الثروة بالطرق الحلال وان يستمتع بها الانسان ودعا الى انفاقها في مختلف وجوه البر دون نسيان الفقراء والمحتاجين شجع الاسلام على امتلاك الثروة وهذا بالطرق الحلال الاكيد وان يستمتع بها الانسان وايضا دعا الى انفاقها في مختلف وجوه البر دون نسيان الفقراء والمحتاجين الان بالنسبة للتعليم او المطلوب اولا من الذي تكفل من الذي تكفل بتحديد قائمة المستفيدين من الزكاة واذكر الدليل على ذلك من هو الذي تكفل بتحديد كل حدد قائمة المستفيدين من الزكاة وسنذكر الدليل على ذلك ثانيا من هم الاشخاص الذين تجيب عليهم الزكاة من هم الاشخاص الذين تتوجب عليهم الزكاة وثالثا واخيرا ما هي الشروط الواجب التوفرها في المزكي ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في المزكي الوضعية الاذماجية الان للتعاون بين افراد المجتمع اهمية بالغة في الحفاظ على تماسكه ونشر المحبة التعاون بين افراد اي مجتمع او اي اسرة اهمية جد بالغة وهذا في الحفاظ على تماسك المجتمع وايضا نشر صفات المحبة والتفاهم بين افراد هذه المجتمع او افراد هذه الاسرة يعني عنده اهمية كبيرة الان عندي التعليمة في فقرة من بضعة اسطر نتحدث فيها عن التعاون وفوائده مستعينا بالنصوص الشرعية بالنصوص الشرعية اي بالصور وايضا الاحاديث عندي ايضا في فقرة نتحدث في فقرة من بضعة اسطر نتحدث فيها عن التعاون والفوائد نتعاون وفوائده مستعينا بالنصوص الشرعية الاجابة الان عندي الوضعية الاولى اجابة تمانين الاول او وضعية الاولى واحد اكمل قوله تعالى اي صورة الانفطار واضبطه بالشكل ونضبطوها بالشكل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء اركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم هنا رح نعود نقراها مرة اخرى باش ترسخ في ذاكرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم اذا هنا نرحظوا اكملنا قول الله تعالى واكملنا هنا كتابة الايات الكريمة وايضا اضبطناها بالشكلة الآن نحن نروحولي اللزء الثاني ثانيا عندي شرح المفردات التالية عندي انفطرت فعدلك وانتثرت عندي اولا انفطرت ومعناها هو انشقت انفطرت او انشقت فعدلك وتأتي بمعنى جعلك معتدلا اي متناسبة الخلقي وانتثرت اي تساقطت انتثرت تساقطت ثالثا مظاهر قيام الساعة الواردة في الايات الكريمة اولا تكوير الشمس ثانيا تفجير البحار ثالثا تساقط الكواكب ورابعا خروج الاموات من القبور تكوير الشمس تفجير البحار تساقط الكواكب وخروج الاموات من القبور الوضعية الثانية واحد الذي تكفل بتحديد قائمة المستفيدين من الزكاة هو الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك هي الاية الكريمة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم عندنا صورة التوبة الآية ثانيا ثانيا الأشخاص الذين تجب عليهم الزكاة هم الأشخاص الأغنياء لما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنها إلى اليمن فقال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أخرجه البخاري ومسلم ثالثا الشروط الواجب تففرها في المزكية الإنسان الذي يعطي الزكاة هي أولا أن يكون غنيا مالكا للنصاب وثانيا أن يمر على هذا النصاب عام كامل أي سنة قمرية كاملة وثالثا أن يكون ماله خاليا منتين وأيضا أن يكون ماله خالي منتين وأيضا يجب أن يكون ماله حلالا التعاون شرعا هو عمل جماعي يشترك فيه الناس للمصلحة العامة وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم عندي صورة المائدة الآية الثانية والتعاون من ضروريات الحياة إذ لا يمكن للفرد أن يقوم بكل أعباء هذه الحياة منفردا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري وللتعاون فوائد عديدة منها التماسك والقوة بين أفراد المجتمع والسرعة في إنجاز الأعمال الشاقة بأحسن صورة فالمتعاونون تصعب هزيمتهم مثل العصي لما تكون مربوطة أو عندما تكون مربوطة في حزمة واحدة يصعب كسرها وكذلك نشر المحبة بين المؤمنين وتمتين العلاقات بينهم والمساهمة في تطوير المجتمع وتقدمه وتذليل الصعاب ونيل محبة الله ورضوانها وفي نهاية هذا الفيديو أشكركم أصدقائي على حسن الإصغاء والمتابعة شكرا وإلى اللقاء